بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم اليوم إن شاء الله آخر محاضرة من محاضرات المستوى الثانية التي تتقيمها الشبكة السويدي العراقية وبعض التويكة وبداعا من اتحاد الجامعات الدولي نشكر اليوم الدكتور يوسف الدكتور يوسف غني عن تعريف هو دكتوراه في الهندسة الكهربائية له بحوث كثيرة في الهندسة الكهربائية وله أيضا كثب في الهندسة الكهربائية ومؤخرا نشر بحثين عن كيفية كتابة البحوث في الهندسة بشكل عام أحدهما نشر في سكوباس والآخر نشر في مؤتمر دولي وأيضا هو مقيم عالمي في بابلوني يعني لديه مئات البحوث التي قيمها لمجلات رصينيا إذن دكتور يوسف مشتداني تفضل بوقع محاضرة مشكورا بارك الله بك دكتور وأشكرك على هذه الفرصة وإن شاء الله نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولجميع الحضور بجميع أمورهم الحياتية والعلمية ونسأل الله عز وجل لمن لم نتواصل معه إن شاء الله قريبا سيحل علينا شهر كريم شهر رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالأمن والأمان والصحة وقبول العمل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الأعزاء اليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل محاضرتنا بأنوان Optimal Writing Style for Academic Article حقيقة هذا العنوان أخواني الأعزاء هم كل واحد من عندنا كأكاديمي وكباحث وأهميتها تأتي من أنه هو هذا السبيل الوحيد لإننا كأكاديمي حتى نعبر عن شخصياتنا العلمية من خلال كتابة المقالة ونشرها وتعرفون الآن بفضل التقنية الحديثة أصبح الآن العالم كله عبارة عن شاشة صغيرة أمام أنظارك وأيضا بفضل هذه التقنية أصبحت تتساوي المعايير بين أي واحد بينه وبين أي أكاديمي في أي جامعة بالعالم من خلال معايير التقييم للباحثين اللي هي مثل الـ H-Index والـ Impact Factor وإلى آخرين من اللي تعرفونها واللي تناولتها محاضرات دوراتكم هذه ودوراتكم بالمستوى الأول اليوم بإذن الله عز وجل راح نركز على كيفية كتابة البحث الرصين راح نتناول بمحاضرتنا هذه خمس فقرات رئيسية الأولى راح ناخد المين إليمينت فور ريسيرش وورك راح نتكلم عنه ونتكلم بصورة عامة عن الدفنيشن للأكاديميك أرتيكل بعدها حناخد الـ Contribution بالرسيرش أرتيكل وبعدها راح نتكلم عن Type of Article وجزء الأخير وهو الجزء المهم بالمحاضرة والطويل راح ناخد به الأكاديميك أرتيكل ستركتشار وراح نتكلم عن كل فقرة من فقرات الأكاديميك أرتيكل بإذن الله عز وجل ونحن هنا نركز اليوم على نوعية واحدة وهي الـ Research Article لأن راح نشوف أنه الأكاديميك أرتيكل أنواع الأكاديميك أرتيكل وراح نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل بصورة يعني راح نركز نسوي فوكسينج على مسألة الأكاديميك أرتيكل أو Research Article عفوا طبعا تعرفون أخواني احنا كأكاديميين بالـ Research Work كمالتنا احنا عندنا ثلاث أركار رئيسية أنا عندي Contribution أحمل من هذا الـ Contribution أكاديميك أرتيكل وهذه الأكاديميك أرتيكل أريد أنشرها في High Rank Journals أو أنشرها في High Publisher Rank كانت تكون هي كتاب أو chapter في كتاب إلى آخر فندور احنا خلال هذول الثلاث محاور حتى نبين عن نتاجنا العلمي المين بهذين الفقرات الثلاثة واللي بدون توفرة ما رح يكون أكو شيء اللي هو الـ Contribution ما لتك أنت عندك فكرة هذي الفكرة هل ممكن تأهيلها ووضعها بأسلوب وعرضها ممكن تكون محاضرة يستفاد منها غيرك لأنه احنا شنو الفائدة نكتب اكاديميك بأنواحها كان يكون book او chapter او review article او research article او letter article لكن هذي ما تنشر او هذي حتى اذا نشرت ما تكون الفائدة منها راح تشوف موك سيتيشن على هذه المحاضرة احنا اي واحد منها يريد يراقب citation يريد يراقب نتاجه العلمي ويقيم نفسه مو كان تكون حتى لو بحوثها مو scopus وما عند ايش index خلي روح على research scholar google scholar عفوا وشوف اكو citation اكو download يروح على research gates وشوف اكو reading اكو download على محاضراته على عفوا النشرة راح يشوف انه يعني هو اذا دا يمشي بالاتجاه الصحيح اذا خلي يروح اذا ما عنده scopus يروح يبدي يدور على مجلات scopus اللي هو يخص هذا المحور الثالث دور على مجلات scopus او clarifate حتى يصير عنده h index لكن هذول الاثنين بدون contribution ماكو فاذا انت بمجال تخصصك لازم تروح تبحث عن contribution اللي ممكن انت هي فكرة ممكن اتطورها كانت تكون simulation او practical work الى اخره بحيث انت بعرضك لهذا الامر اللي عندك ممكن تسوي academic article طبعا كل واحدة من هذول الثلاثة هم بها كلام هواية والذلك دورتكم هذي كلها تصب على تصنيف المجلات شون نعرفك على انه هذه المجلة هي scopus او هي clarifate او الى اخري او هذه المجلة هي scopus وده يصعد الاش index مرت لو ده ينزل وشنه اسباب وشنه كذا حتى انت من تجي تختار فد مجلة تنشر بيها تعرف شلون تختار او الى اكاديميك article اللي هو اليوم موضوع محاضرات الكنتريبيوشن علي محاضرات هواية هذا شنه الكنتريبيوشن انواعه وكيف اوصل وشنه السبل لعرضه اكو هواية محاضرات خاصة فقط على الكنتريبيوشن فهم وذول الاتلافة كل واحد من عندهم هو فيل بحد ذاته اذا ريد هي report من original result اللي ممكن اسويها بشكل article مكتوبة فقرات مكتوبة واعرضها على مجلة pre-reviewer وانشرها اذا كانت بحث في مجلة او على دار نشر كانت تكون كتاب او chapter في كتاب حتى انشرها هذي تعريف بسيط عن الاكاديميك article الكونتريبيوشن بالresearch article اللي هو موضوع محاضرتنا اليوم نحب نتكلم عنه شوية الresearch article اخواني انت بالفيلد مالتك اكيد اكو فد point of research نتكلم بيها قبلك المختصين كانت تكون مثلا على سبيل المثال انت مهندس اي تخصص بالهندسة كان تكون الهندسة الكهربائية باي فيلد تشتغل بالهندسة الكهربائية على سبيل مثال robotic control system communication system power system راح 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 تروح تشوف اللي قبلك هاي topics اللي مشوا عليها طبعا انت اكيد انت بوسط graduate حتى تكون تكتب مقالات وتنشر غالبا الاندر graduate ما يكتب research article جز يكتب report جز يألف كتاب جز يألف chapter في كتاب لكن ما يجي يكتب research article فاذا انت بوسط graduate اذا انت ما اخذ يعني high level من الك charts هذول high level عرفتك على high topics باختصاصك انت control مثلا control engineering اذا انت عندك intelligent control عندك optimal control عندك advanced control وهكذا انت civil engineering بأي وين ب structure انت تشتغل اكيد اكيد اكو مشاكل عندك هذه المشاكل بالتخصص هي نقاط البحث اللي هي من خلالها نقدر نسوي contribution طبعا contribution statement اللي هي احنا من نكتب research article نكتب هواية مجلات طالبنا بproblem statement تشوف انهم ثبتها فقرة من structure لان احنا كل دار نشر او كل يعني كانت تكون مثلا السفير او سبرنقار الى اخره تشوف اله style اله structure مال articles هذه structure مرات اكون مجلات او دور نشر تخلي problem statement problem statement شنو شنو هو contribution مال التك ال contribution statement شن اكتب عن ال contribution statement لا تكتب contribution مال تكتب باكثر من 350 كلمة هذا مكزيمون ليش لانه راح يصير ممل وانت يعني معناته دا تشرح وهو هذا المكان مو مجال explaining مجال انه تعرض الفكرة الرئيسية من من بحثك لازم تكون واضحة بحيث اي واحد يقراها هو يعني editor chief editor او هو قارع عادي لازم يفهمها لانه الeditor اللي راح يستقبل الرسائر article مالتك يهم من هو جمهور القراء مالتك يهم ابو الاندر وابو الاندر فلازم اي واحد بيتخصصك يتكون عنده واضحة النقطة اللي انت مسوى عليها focusing ودتريد تنشر بيها ايضا يعني لازم تكون هي ضمن high topics معروفة وانت تتركز على نقطة معينة وايضا لازم تكون تنوح على انه هذا الكونتربيوشن وصلك الى فد رزلت معينة بهذا الشكل يكون الكونتربيوشن او problem statement اللي انت راح تناقشه واضحة للإديتر او اللي راح يقرأ articles مالتك طمان type of articles اللي احنا تهمنا هي خمس انواع الارجنال ريسيرت احنا دائما من نسوي سابمت لمجلة شو فيسألك type of research او type of article مالتك ليش يسألك لان حتى هو من البداية يعرف هو اديتر انشيف اللي حيستقبل مالتك حتى يعرف وين يودها هل هي original research هل هي reviewer article هل هي short report او letter طبعا يعني ال IEE او ما يسمى حديثا سميت ب IET يعني عندها مجلات خاصة وهي تقريبا اشهر مجلة بالعالم تنشر short report او letters اللي هي ما تتجاوز الصفحتين فقط هاي الصفحتين تعرض abstract conclusion problem statement والmean contribution مالتك فتسمى بletter وايضا اكو case study تنشر فقط كcase study وغالبا ما تكون هاي تنشر practical case study وايضا ال methodologies هو ينشر على فقرات بمجلات ينشر فقط ل methodology نأتي الى موضوع محاضراتنا اليوم اللي هو academic article ورح نتكلم الان على academic article structure طبعا تعرفون اخواني احنا عدنا فقرات رئيسية لازم نحافظ عليها بحيث يكون academic article structure متوفر لان اذا ما متوفر هذا structure الان انا ريفيور يجيني في بعض الاحيان من المؤتمرات هو ما ماخذ بالstructure العام مال تل article فخراسا انت رجت ليش اقول يابا هذي ما تصلح انه تكون research article هذي report ممكن يروح وديها على report لكن ك conference او journal ما ينشر هي report ليش لان اجي القام ما مخلي abstract او ما مخلي conclusion هاي فقرات رئيسية او ما مخلي introduction ولا result ما يمكن تكون academic articles لذلك راح نتكلم على هذا structure بدقة اول فقرة من فقرات structure هو title of article اخوان اكم مؤلفات كثيرة بس خص title لان هذا title مثل ما اي واحد دينا عنده اسمه المعرف وهذا الان هو تعريف لمحتوى article multi اللي راح غالبا من ينشر هو اللي يبين بالweb site فممكن من title انت تجذب قراءك ويكون عندك citation لذلك المتعارف عليه انه هذا title يتراوح ما بين الاثمانية الى 15 words ليش هذا العدل ما يكون قليل وهو يكون short وما يدلل على شغلك ولا يكون طويل ويكون ممل ويشتت القارئ وما يعرف انت وين الاثمانية مالتك لذلك هي بين الاثمانية الى 15 word التايتل اخواني لازم يكون جذاب ل ال ريدر مالتك من يشوف انا دعا انشر بال intelligent control system اكو مفردات عندي بال intelligent control system اذا اخلي تجذب القارئ لان انا يعني على سبيل المثال بال intelligent control system بتخصصنا مثلا ال soft روبот انا اذا اكتب روبот يختلف عن ما اكتب soft روبот او انا اذا اكتب interactive between human and روبот يختلف ما بين اكتب interactive robot فيجب انه اختار الكلمات الwords او تكون اترك للقارئ ايضا يجب انه تكون واضحة جدا ودقيقة بالنسبة لل editors ونشوف كل اتنا مرين بها ارسل اول ما بدينا ل clarifate journal انا اول مرة اتعامل مع clarifate journals اللي كان يسمى ISI بال 2012 رحت بوس دكتوريت في ماليزيا اول ما بديت مجرد اسوي submit وراء ساعتين ثلاث يجيني reject هذا معناته شنوه معناته اتعامل كان كان يسويني مجرد من العنوان او يقرأ الابستراك بالكثير لان ما يلاحق ساعتين يجيني رجل اذا شنوه معناته معناته حتى التايتل احتمال ما كنت اختار ال suitable words الى التايتل يجب انه يكون يعود الى بعض المحتويات اللي دت ناقشها مو اني اخلي تايتل هو خاص مثلا على سبيل المثال بالروبوت واني دا اتكلم مثلا على human body ما يمكن ايضا لازم يكون يعني قلنا غير طويل ما يتجاوز ال 15 كلمة وايضا يعني محدد ينطي feed reaction للمحتوى ال article ايضا يجب انه يكون بفعلا keyword مفاتيح لانه احنا راح نشوف الفقرة الثانية هي keyword لازم يكون جزء من نفس الكلمات اللي استخدم ها بال title ايضا المتعارف عليه انه يجاوبني عن هذول الاربعة اسئلة اللي هو انت وين دا تبحث التوبك سمال تك شلون تحصل عليها والمجر مالتك اللي تتعامل وياها منهما وايضا ال study مالتك ويا من متصلة هذان الاربعة اسئلة الرئيسية لازم انا اخلين في بالي لما اكتب العنوان لانه هذان هن 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 ال editor او reviewer وليدور عليهم القارئ لما يجي يبحث حتى يكون لبحثك هذا citation اللي انت تبتغي طبعا ايضا من structure هو keyword هو من 4 الى 8 كلمات مفتاحية هذي جدا مهمة اخواني الكلمات المفتاحية اخواني يجب انه تكون محددة وواضحة وهي من الhigh mean topics اللي تشتغل عليها ببحثك هذا مرات اكو مجلات تقولك at least 5 keyword طبعا هذه الkeyword اخواني جدا جدا مهمة شنو اهميتها اخواني هذه الkeyword هي اللي تظهر بالwebsite هي اللي تسوي لك من انا اجي ابحث الان اليوم عندي بحث على سبيل المثال بال electrical engineering وارد اشتغل power system اكتب مثلا intelligent control in power system فمن اجي اذا اذا انا اذا كاتب سابغا اه 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 بيبارات في power system اذا انا ما اكتب بالkeyword power system اكيد ما راح يطلع لي من اخلي هذا التال research ما راح يطلع بحثي انا اذا اشتغل intelligent control واني ما اكتب بالبحث بالكلمات المفتاحية intelligent control ما يطلع هذا بحثي لذلك هذي اهمية الkeyword اللي يأتي بعد الkeyword هو الabstract اخواني الabstract هو ملخص ل بحثك غالبا اه تشوف احنا الان يعني كل اغلب الموجودين الان هم كاتبين literature review كان يكون هو مكمل ماجستير او دكتورا اذا كاتب بطروح literature review اللي هو بالارتكال يسمون الbackground او literature review اخواني اغلبنا يقرأ يقرأ الabstract والconuclusion ما يقرأ بقية البحث الا اذا كان ويا هذا البحث اللي يخص مثلا بالنتائج او غيره او بالمثال الجمال يروح يطلع على بقية البحث لذلك بحثك ممكن يصير عليه هواية قبول وهواية download وهواية citation مجرد انه الabstract تعتني به وتكتبه بشكل جيد الabstract المتعارف عليه هو من 200 الى 250 كلمة اذا هو قصير يعني tubergraph فهذول tubergraph اكو الان مجلات اختصرتها يقول لك انت لازم توزع الabstract مالتك الى background result conclusion تكتبها كلمة introduction production background result conclusion وتكتب على كل واحدة فهذا ثلاثة أسطر هيجي ذلك هو هذا المين structure multiple الabstract انت اول ما تبدي لازم تبدي ب previous عن المين themes اللي انت تتحكي عنه انت التوبكس اللي تتتحكي عنه بهذا بحثك شن هو لازم تضمنه بأول ثلاثة أسطر بعدها تعرض المين problem مالتك الproblem statement تتلخصها بسطرين أو ثلاثة بعدها تنطيل هاي result اللي انت حصلت عليها من خلال شغلك على هذي الproblem statement بعدها آخر شي تعرض ال 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 النهائية مالتك احناك بالأخير احنا موعدنا ونكتبها نص صفحة أو اكثر اهنا اتلخصها بسطرين اذا انت مستخدم فد نوعية من السوفتوير تستحق انه تذكرها تذكر بآخر سطر أو انت اشتغلت على جدا مهمة كأن تكون بالنشرة طرعا وانت اشتغلت عليها بإمكانك تذكرها بآخر سطر مع ال لأن هذه مهمة جدا ل قراءك طبعا ال ال هذه كل الفقرات اللي احنا حتنا عنها حتنا انه المين كونتريبوشن مالتك والفاينل البراكتكل مين ايضا مالتك تعطيها بال ابستراكت طبعا هذه الكيوورد المفروض تكون قبل الابستراكت عذرا داري كان اتكلمت عليها قلنا هي من ستة الى ثمانية كيوورد وا ايضا اتكلمنا عنها سابقا انه تكون فوكسينج اللي ال نتكلم على الفقرة الثالثة اللي هي الانترودكشن اخواني الانترودكشن احنا الان نتكلم على الريسيرتش ارتكال الريسيرتش ارتكال الانترودكشن ما تتجاوز بين الخمسمية الى الف الانترودكشن الانترودكشن لازم انا اعطي بيها الفندمانتل كونسبت مالتي لازم انطي بيها تعريف و انطي ايضا نوتس عن مثلا على سبيل المثال انا مستخدم سوفتوير انطي نوتس او انا اذا ما اريد اضمن الفقرة اللي تليها اللي هي الـ إذا اني ما اريد اضمن الـ كفقرة رئيسية اضمنها ايضا بالانترودكشن باك وايضا بالجزء الاخير من الانترودكشن اضمن الستركشور ما الـ الـ مالتي هذي انه 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 اني عندي مستخدم عندي 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 result عندي discussion عندي conclusion وهذه تكون البرغراف الأخير من الintroduction طبعا الintroduction أخواني ما أعرض بيها أني معادلات ولا figures وأحكي عنه لأ أني الintroduction ماتي مثل ما قلنا نقسمها أنه أعرف إذا أريد أن أخلي معها بداخلها مال شغلي أعرض ببعض الأمور التخصصية بعمل كان يكون أنا مستخدم على سبيل المثال يعني شغلي بالبراكتكال أحكي من عن هذا الجزئية لماذا؟ لأن هذه جدا مهمة بشغلي راح يلقاها القارئ فأمطيه لي قدنا بالintroduction فهذا محتوى بسيط يدلل عليها وأكيد هذا المحتوى أنا ما أخدم الرفرنس أخلي الأرقام مالت الرفرنس حتى منيني يرجع عليها القارئ يتكون متوفرة إلى الباكتغراوند أو اللتراتر ترديو اللي هو بعض المجلات تريد فقرة خاصة بكتابة الأرتيكال ويتراوح ما بين الألف إلى الألف وخمسمائة كلمة طبعا المفروض أني أبدي بكتابة الباكتغراوند من القديم إلى الحديث وأتسلسل بها لأن هذه جدا مهمة أيضا ما أسحب بالباكتغراوند أنا أعرض أكبر ما يمكن من عدد الأرتيكال اللي أنا طلعت عليها شفتها هي تصب في الباكتغراوند مالت البحث مالتي ما أخذ الباكتغراوند وأتكلم بكل الألف وورد أو الألف وخمسمائة عن بحثين أو ثلاثة لا كلما أوسع دائرة البحث مالتي بس إذا أعني مثلا إذا أناقش تايتل هو صار مثلا تلاثين سنة ما يمكن أبدي من الثلاثين سنة ما أقدر أغطيها بهاي الألف وخمسمائة كلمة حتى لو استخدم الماكزيمون أو حتى لو بألفين كلمة لذلك أحنا الآن بنجي نشرف على طلابنا وأشوف مثلا أنا ماخذ على سبيل المثال ديزاين أوف كونترولر هو أول كونترولر مثلا على سبيل المثال بي آي دي طلع عام ألف وتسعمية وواحد وعشرين وعام ألف وتسعمية واثنين وعشرين نزل نوكولاس إبلمانت والآن لحد الآن هذا البي آي دي كونترولر هو يشتغل وناسا تستخدم لكن إذا أجي أكتب عن الكونترولر ما يمكن يعني أبدي من الف وتسعمية واثنين وعشرين إلى يومنا هذا ما يمكن إذن إذن أنا أخذ مثلا الـ 15 سنة الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة شنه صار من الدزاين لل كونترولر طبعا الباك لازم يكون من كل رفرنس أخذ أكتب عن المين كونتربيوشن مالت وإذا هذا المين كونتربيوشن مالت هو متعدد ممكن يعني أكتب بالتفصيل أو بالإمكان من يصير عندي عدد هواية من الـ ريفيو ممكن أدمج اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الـ ريفرنس وهم تكلموا على نفس الـ كونتربيوشن حتى إذا القارئ هو مهتم بهذا يروح يراجع هذول الـ الـ ريفرنس اللي آني شاير هم إياه طبعا أيضا الـ 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 لازم تكون على المين توبيكس اللي آني دا أشتغل عليها أنا ما بحثي مثلا عن الـ واتكلم بصورة عامة عن ما يمكن فيجب أنه تكون تناقش التوبيكس اللي أنت متبنيها بالبحث مالتك المثالوجي أخواني أخواني المثالوجي حتى وإن كان مجلة اللي أنت تسوي لها سبمت ببحثك ما يحتوي هذه الجزئية أنت لازم تشرحها لأن هذا المثالوجي جدا ضروري إذا ما عندك ما مخلي لك فقرة بالـ 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 مالت المجلة المثالوجي فتذكرها بالـ أو تذكرها في بداية السميليشن مالتك كان يكون بحثك أنت فقط سميليشن فلازم تحكي المثالوجي مالتك بالبداية شون حصلت على هذا السميليشن المثالوجي إخواني لها أركان رئيسية أولا أنا لازم أعرض السميليشن مالتي هل هذه السميليشن مالتي أنا هي مثلا على سبيل المثال mathematical موديل أنا باني لو هي data acquisition أنا جايبها لو أنا هذا السميليشن مالتي هو practical ما أخذ أنا من مثلا من بحث آخر وجاي أطور عليه السميليشن اللي أشتغل عليه ببحثي لازم أبينه اسلوب data collection مالتك إذا إنت عندك mathematical موديل فأكيد data collection مالتك من بناء من تشغيلك لهذا الماثماتيك موديل هل هو look up table جايبها أنت من مسألة معينة هل هو من application form أنت موزعها استبيان مثلا وجامعها هل هو من مجموعة صور وأنت مستخرج الفيتشرز مالتها هذه لازم تذكرها يعني الآن مثلا أغلب الباحثين يشتغلون عن أمور تخص الكوفيد ناينتين والكوفيد ناينتين لحد الآن فقط شكل معروف هذا الشكل عدنا وباحثين يتكلمون عن وباحثين يتكلمون عن وباحثين آخر يتكلمون عن الانتشار وباحثين آخرين يتكلمون عن عمره وباحثين آخر يتكلمون عن هذه من أين أجدت لازم أنا من أتكلم على نقطة بتخص الكوفيد ناينتين أتكلم على الداتا من أين جبتها أنا الآن رحت تابعت patient cases الآن x-ray photo الآن جبتها من مركز بحثي اعتمدت عليهم وجبت هذه البيانات هكذا المجرمت مالتي أيضا لازم أوضحها وشلون اشتغلتها result presentation أخواني طبعا هنا يعني على أقوال نحن العرب هنا تسكب العبرات لأن أنا عندي result بس ما أعرف أسوي لها presentation أنا عندي result بس ما أعرف عبرها أنا عندي idea بس ما أعرف عبر عنه ما رح ينقبل بحثي لأنه أنت result مالتك هي لتدلل على شغلك يعني عرضت الفكرة وعرضت المثل لجمالتي وجيت يم الرزالت وما كتبت ها بشكل جيد أكيد ما رح يقبل البحث مالتي لذلك أنا البحث الثاني اللي حكم تخصصي فرحت على تخصصاتنا وشون نعرض أهم أساليب عرض الرزالت وناقشة كل جزئية من الجزئيات اللي أنا منطيها بعرض الرزالت لذلك أخواني الرزالت برزننتيشن لازم تناقش الأمور التالية أنا لازم يكون العرض مالتي بشكل أمثل بصورة عامة أنا إذا أرسم غراف أنا إذا أرسم هذا الغراف وأنا ما أمخلي بالأكسز التحديدات مالتي إيش قد أكيد هذا الغراف مالتي يوسلس إذا أنا عارض مثلا على سبيل الآن أشتغل image processing وأنا عارض image وأنا ما قائل هاي الامج شنية أو ما قائل سبيلها discussion أو ما عارض على سبيل المثال الأمر اللي طلعني هذي الresult أكيد هذي الresult هي يوسلس أنا كrevywer ما اعتمد لأن أنت ما بيين لي هذي من حصلت عليها أيضا حين عدنا بال statistic بعلم الإحصاء عدنا مجال واسع لعرض الresult لكن يجب أنه عرض بشكل مضبوط أنا من أخلي table و حاج بدون units أكيد هذا table useless إذا أنا حاج table وأني عارض البراميتر وما عارض الresult اللي ضلعتني من هذه البراميتر أكيد ما إذا أنا عارض system وعارض الresult مالتك table بس ما وعارض المثمت كالموديل وما قايل أنا على سبيل المثال إحنا عدنا بالكهرباء هذا الresult يحتوي على resistance و و وأنا منطقهم هاي المقاومات ولا قيم الكباب resistance ولا قيم النمبر الoperation amplifier هاي result مالتك useless ما لها أي قيم فلازم أعرضها بأسلوب إحصائي أمثل كل شي واضح أيضا أنا من أعرض الresult مالتك أجي أسوي يعني report عنها ويا كل graph لازم يعني أسوي مناقشة عنها لازم أتكلم عنها شنو الأهم شي أنا عندي بهاي الresult اللي أنا أريد القارئ أو أريد الreviewer ينتبه إله على سبيل المثال أنا أصمم controller مسيطر وأني عندي خمس أنواع من المسيطرات وعارضهم كلهم بس أنا حتى ما أشتت القارئ أكتب سطر يعني ثلاثة تحت هذا الريغراف وأقول يابا الintelligent control system كان faster than classical control هو أسرع والدليل أنه طلع لي مثلا rising time اللي وعدنا بالcontrol شي مهم rising time أقل طلع settling time أقل maximum overshoot طلع أقل وأنطي قيمته حتى يكون العرض واضح ليه طبعا أكو common mistake b result بال description راح يعني نحتي عنها طبعا هذي الelements اللي يعني تكلمت عنها إنه شون أنا أسوي optimal result report إنه 6 elements هذول ورح نحتي على الميستيك اللي أنا ممكن يعني أقع بيها أفواني من الميستيك إنه أنا أجي أحض كل الداتا اللي عندي وأعرضها بدون أنه يعني أشرح عليها صح أنا عندي داتا وأريد أعرضها لكن هي مو كلها أنا أعرض المهم بيها السامبلنج اللي هو الموست إفكت اللي هو يجذب القارئ يخلي الريفيور يقتنع مجرد أنه يشوف هاي الجزئية من الرزولت يقتنع أيضا أخواني ما أستخدم الكلام التكست حتى أعرض الريزولت مالتي صح أنا أناقشها لكن ما يصير كلها مناقشة يعني أنا أجي ألقى الريزولت مالتي بيها غراف واحد وكل كلام البقية ما يمكن الكلام اللي أكتب بالريزولت هو مناقشة للغراف اللي أخليه أو التابل اللي أخليه أو الصورة اللي أخليها وأيضا أنا من أعرض الفقر مالتي والتيابل اللازم ويا أيضا لجندة وأيضا أعرضها بشكل يعني واضح والكيوورد اللي بيه كلها موجودة ما أخلي شي غامض ما أخلي غراف أنا وما أحكي هذا ما أخلي بداخل الغراف مالتي مثلا الصورة مالتي مثلا الثري غراف وآني ذول الثري غراف مشارح عنهم أو ما أعرفهم ما يمكن هيتش آآ أنا ما أسوي آآ يعني قفز بالرزولت مالتي الآن إذا أعرض رزولت مثلا على سبيل المثال عن الريكوغنيشن مبدئيا ما أخو ريكوغنيشن بدون ايدنتي فيكيشن فما يمكن آآني لازم أعرض الريزولت مالتي آآ سيكوونس وهذا السيكوونس يكون ليجل آآ سيكوونس آآ أيضا أنا من أكتب ما أكتب آآ هواية آآني أكتب النقاط اللي أريد آآني القارئ أو أريد آآ أثبتها للقارئ أو أثبتها للريفيور فقط وأوضحها حتى ما يمل اللي يقرأ أو يمل الريفيور وإنت تتيه آآ على القارئ آآ المين كونتريبيوشن آآ مالتيك آآ آآ بعض الأمور آآ لازم أخلي آآ أحددها بـ آآ مالتي لأن هي اللي آآ أتهمني وفي بعض الأحيان لازم آآ يعني آآ ما أخليها آآ آآ مفردة آآ يعني يخلي آآ ويتكلم وبعدين يتكلم على آآ 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 بشكل آآ كان يكون آآ بشكل مقارنة آآ 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 هذه الديسكيشن إذا 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 الستركشر مال مجلة يريدها بوحدها فلازم تكتبها بشكل الآتي إنه أنت تناقش المين آآ آآ بروبوز المالتك المين بيربوس الغرض الرئيسي من الكلام مالتك تجي آآ تناقش الفكرة الرئيسية المين كونتريبيوشن اللي تكلمت عنه بالأبستركت تجي تناقش اهنان آآ آآ لازم تبين ال الكونتريبيوشن وإذا عندك مقارنة تقارنها بالديسكيشن تنطي سمري عن الريزالت مالتك آآ كانت تكون مثلا الريزالت مالتك تتناقش عدة كيسات فممكن تقول الريزالت بيانت مثلا بالكيس الأولى كذا بالكيس الثانية كذا كذا إلى آخرين آآ طبعا آآ آآ لازم تنطي أكو مرات مجلات نشوف أنه يعني تكتب لك فقرة أنت تنطيها للإديتر آآ بشكل اللي هو الهايلايت أنت لازم تبين أيضا بالديسكشن الهايلايت مالتك وأيضا لازم تبين آآ آآ الأفضل شغلة حققتها بالريزالت وتنوهلها بآخر آآ بارغراف عندك الكون اللي هو بتصنيف العام آآ أو الستركتر العام هو الفقرة الرئيسية النهائية بال آآ أطروحة عفوا بالأرتيكال آآ طبعا أخواني الكونوكولوجين هو الجزء الأهم الثاني بالأرتيكال يعني الأبستراكت وبعد الكونوكولوجين آآ الكونوكولوجين أخواني لازم تكتب بشكل أولا آآ أتجنب العرض المعلومات الاستعراضية بها لأنه هناك موكتها انتهى مع استعراض المعلومات واستعراض التوبكس وغيرها وغيرها إذا أريد بأول سطر أذكر القارئ بأنه أنا أتكلم عن هذا التوبكس وهناني أبدي أناقش استنتاجاتي وأوثق الاستنتاجات ريليتد للرزلط اللي أنا مطلعها ما أكتب أنه آسفقر كذا لا ما أشير لكن أذكر أنه بالرزلط أنا ذكرت فلانشي فلانشي اللي هي تعتمد عليها هذه الكونوكولوجين أخواني الكونوكولوجين يجب أن تكون جملها واضحة وقصيرة لأن أنا أريد أبين أكثر ما يمكن بأقل مساحة من الكتابة مشلون أنا ما أجي أكتب بارغراف أوضح بشغلة ما يمكن تصير كبيرة الكونوكولوجين والكونوكولوجين عادة ما تكون كبيرة ممكن أخليها ثري بارغراف وكل وحدة أناقش ال أبجكتف مالتي أنا من أكتب بروبوزل لطالب مثلا بوست جراجويت فقر من عنده هو الوبجكتف الوبجكتف أجي ناقش هنا بالكونوكولوجين والتي كل واحدة إذا عندي يعني 2 من أبجكتف أسوي 2 بارغراف ثلاثة ثلاثة ما يمكن بحد يتجاوز 3 أبجكتف أشير إلى الجزء الأخير من الكونوكولوجين عن الفيوتر وورك أكو مجللات تخلي الفيوتر وورك بحد وتخلي أنت كبارغراف أو 2 بارغراف حسب بس أنا ما أفضل يكون أكثر من بارغراف واحد لأنه هو فيوتر وورك لبحث ما يمكن يكون كبير يعني عادة بالأطار يكون كبير إذا ما عندك فقرة خاصة بالفيوتر وورك ممكن تكتب آخر سطرين وتنوح عنه وهذا جدا مهم وين أهميت هذا أهميت من يشوف سيريز من في هذا الموضوع أنت عرضت هذه الرزالت وكو الرزالت راح تعرضها على الفيوتر وورك مالتك وقارئك راح يدلل يروح يتابعك أيضا أنت وين ممكن سويت هذا الفيوتر وورك اللي هو يهم الجزء ما يهم هذا بحثك يهم الفيوتر وورك مالتك اللي تكلمت عنه انت بهاي السطرين الارتكل رفرنس اللي هو فقرة رئيسية بالارتكل تطلبها كل المجلات وما يمكن تعتبر ارتكل إذا ما عندك رفرنس يعني يوزلس ما تقبل نهائيا ارتكل بدون رفرنس الرفرنس أخواني تكتب بعدة طرق بحوالي خمسة طرق الشائعة وراح نستعرضها لكن هو أكو شي متعارف عنه في كيفية كتابة هذا الرفرنس المتعارف عنه أنه يعني يبتدأ بالأثر نيم طبعا الأثر نيم يعني أكو منهم من يكتب الحرف الأول capital وبعد الاسم الثاني هو كامل أو بالعكس هذا حسب كل style من اللي راح نشوفها لها او غير او غير او غير ايضا بعدة title of article و title of article مرات يخلون يخلونها بين اثنين بوستروف مثل هاية ومرات لا ما يخلونها يخلون فقط كومة او نقطة وبعدها نقطة حسب ال style وايضا title مال تل جورنل او publisher لان احنا من نتكلم عن article research وعادة يما journal او يعني reference conference العفو و ال other contributor اللي هو يعني كان يكون دار نشر او غيرها ايضا ال virgin ما اذا اكو ديها virgin بال publisher و ال number اللي هو يخص volume و issue مالتك يعني رقم الاصدار والعدد مالتك اذا كانت المجلة تنشر اكثر من issue لكل volume وايضا ال publisher اذا كان عندك publisher خاص وال تاريخ مالت هذا ال publishing وال location اللي هو يكون اما بال url او doi doi اللي انتو اللي انعرفتو doi هو مثل ال id مالتك اللي عندك انت كشخص ال article ايضا عندها id وال id مالتها هو هذا doi والان اغلب المجلات تطالب الكاتب البحث انه يخلي doi لانه اسهل الوسيلة للوصول الى هذا ال reference هو من خلال هذا short description اللي هو doi ال style المتعارف عليها والمشهورة هي i e citation style اللي هو المختصر مال institute electrical and electronics engineering المعروفة وال api اللي هو american physiology association وا ايضا اللوخة اللي هي الام الاي اللي هو modern language association ايضا عندنا chicago citation وهذا يعني متعارف عننا ما الجامعة chicago اللي هو يعني اسس 1906 هذول المتعارف عليهم اكو عندنا بال article additional item اللي احنا حتنا عنها قلنا future work ممكن يكون فقرة وحدة وممكن انت اذا ما موجود فانت تذكر باخر سطرين بال ال المال future work يكون جزء اضافي ممكن تكتب كانت تكون بال element ب بارغراف او بارغرافين المال مرات مجلات هو يطالبك بوجود المال واذا ما مطلوب لكن انت تتشكر مؤسسة تتشكر شخص ساعدك تتشكر اديتر غيره ممكن تخلي وما يكون طويل وما يتجاوز الثلاثة اسطر بإذن الله بارك الله بكم وشاكر حسن من استماعكم واذا اكو اي اسئلة انا على الرحب والسعى بكل الاسئلة بارك الله شكرا جزيلا الله يبارك الله اللي حد يكتب السؤال كتابعة شافة هي سهل مباشرة عدرا دكتور اكو سؤال ديقول ممكن نتكلم عن ال ال اللي تطلب بعض المجلات هو طبعا حقيقة اخواني هذه المجلات اللي تطلب يعني 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 ال مباشرة معين هو تسهل على الكاتب يعني افضل يعني يعني اخواني الان مثلا على سبيل المثال انا دا اكتب بحث يعني فمن القى المجلة هي طالبة من عندي فقرة سميها وفقرة اخرى تسميها وفقرة اخرى تسميها هذا يسهل علي المهمة بكتابة الابستراكت فاكتب ثلاثة اصطر او بارغراف دي كل واحدة من هذولا واشكل الابستراكت لكن انا اذا اريد اكتب الابستراكت مالتي بشي ومقبول لكل المجلات فابدي بانتروديكشن بسيطة عن الهاي توبيكس اللي اناقشها بالبحث مالتي وايضا بعدها اكتب عن المثال مالتي اللي انا اتبنيتها وبعدها اعرض الريزالت مالتي وبعدها اعرض الكون هذا افضل اسلوب اللي انا اكتب الابستراكت مالتي وما يتجاوز الابستراكت مثل ما قلنا عن ميتين وخمسين كلمة لانه يصير ممل وما يشتت الاريديتر او الريفيور او حتى القارئ فالافضل انه تكون بهالشكل هذا مبارك الله بكم اذا اكو بعد سؤال اخواني ان شاء الله باذن الله عز وجل التسجيل الكامل للمحاضرة سنعرض على وسائل العرض الموجودة لأكاديمية تطراء المعرفة اللي هما الان سنزلهم على الشات اللي هما صفحة الفيسبوك للاكاديمية وايضا عدنا قناة اليوتيوب للاكاديمية وكذلك عدنا قناة تليجرام للاكاديمية راح ارسلهم باذن الله عز وجل لان ارسلهم يعني رابط رابط من الموالة الأكاديمية هذا رابط الفيسبوك باذن الله عز وجل راح راح يكون علي لينك وهذا رابط اليوتيوب ايضا وهذا رابط القناة الأكاديمية للموجودة بالتليجرام راح يكون على اي واحد من عدهم هذا التسجيل بإذن الله عز وجل بكرة اكو سؤال دكتور عزيز الصور يخصك فسيمكن ماكو محاضرة الاخت الاف تسأل متى المحاضرة القادمة الصور ماذا المحاضرات بالدورة مو تمام اعقام تعتم محاضرات الدورة لكن رابط اكتبنا بكل المحاضرات اللي حيب يرجع لها فيديوية موجودة ان شاء الله وعدنا دورة قادمة ان شاء الله وعاية اطراع المعرفة دورة المستوى الاول ان شاء الله رحل على العنى قريبا ان شاء الله بإذن الله عزوجل راعد كتابة الرابط في المحاضرات اذا اكو سؤال اخواني بارك الله بكم اخواني واشكركم شكرا جزيلا اخوية دكتور عزيز بارك الله بكم ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بدورات قادمة بإذن الله عزوجل ان شاء الله جميعا جماعة المستوى الثاني تروحوني للمستوى الثالث ونشوفكم بإذن الله عز وجل بارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته